بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا أيها الإخوة عند صفحة 347 من الكتاب الثاني ووقفنا عند النص الجديد أنواع تلوث البيئة لكن قبل ذلك أريد أن أنبه أريد أن أنبهكم عن كلمتين قد تناولنا تلك الكلمتين في الدرس الماضي والكلمتين هما مجلس مدينة ومجلس مدينة برسبين وكذلك كلمة عمدة فالترجمة الصحيحة لمجلس المدينة فالترجمة الصحيحة ما الأمراض التي يسببها التلوث هل يتلوث الغذاء كيف الغذاء أيها الإخوة غير الغداء الغداء هي الوجبة التي تأكلها في النهار بين الفطور وبين العشاء أما الغذاء فهو الطعام والشراب وكل ما تتناوله في جسمك نعم نوتريشن هل يتلوث الماء والهواء كيف إذن أيها الإخوة نبدأ بهذا النص الجديد ونقف فقط عند الكلمات التي تحتاج إلى شرح لكونها جديدة أو لكونها صعبة في الفهم هناك صور عديدة لتلوث البيئة there are numerous forms of pollution of the environment أهمها مهم important أهم or أهم it's normally مضاف is most important okay أهم درس most important class okay أهمها of these forms are تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة ما معنى التربة أيها الإخوة تربة ما معنى تربة أيها الإخوة أهم طيب طيب تربة هذه الكلمة لها معنيان فأكثر two or more meanings it comes with the meaning it comes with the meaning what is a grave قبر قبور so so تربة تأتي بماعنى قبر وهذا ليس مقصودا هنا that's not meant here والماعنى الآخر أيها الإخوة تربة جمعها تراب وكلكم all of you know تراب what is the plural of تربة and that is soil earth okay dust it's the ground the ground itself okay so it's soil والضوضاء قد تناولنا هذه الكلمة في الكتاب الأول what means noise وفيما يلي in what follows تعريف description no it's not description that's وصف نسيت الكلمة definition الله مبارك تعريف is definition تعريف here might be also another meaning you know عرف يعرف تعريف here عرف is to make somebody to know something عرف عرف العلم he made him to know knowledge so تعريف is here also maybe kind of description of these types طيب طلوث الهواء الهواء أيها الإخوة طيب هناك شيء مهم ما الفرق بين الهواء والهواء ما الفرق بين الهواء والهواء عندنا كلمة هوا الهواء 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 قد انتهينا الآن من هذه الكلمة الهواء أما الهواء 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 يستنشق 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 استنشق same as with وضو you have to do استنشاق تدخل تدخل الماء في الأنف الهواء الهواء أيضاً لأنه بسبب التلوث لديه ملوان و الآن لديه أهلاً بسبب التلوث طيب كلمة رائحة أيها الإخوة كلمة مفردة والجمع روائح smells one smell is رائحة والجمع روائح وقد تكون هذه الرائحة إيجابية it might be a positive smell أو سلبية so if it's a positive smell something smells nice ماذا تقول رائحة طيبة رائحة طيبة but if the smell is bad stink the smell is bad in Arabic they use the word رائحة كريهة إذن a good smell is linked to طيبة رائحة طيبة طيبة مثل parfume طيبة what's parfume in Arabic طيبة طيبة two words for perfume طيب عطر طيب عطر 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 perfumes عطر you say عطر 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 يتعطر is doing the perfume upon somebody عطرة نفسه but you can better say تعتر يتعطر that's he himself but عطرة toward somebody else and also طيب يتطيب is to put the perfume on طيب الفي الصباح سأتطيب قبل الجمعة أنا متطيب اسم فاعل أنا متطيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب إذن أيها الإخوة رائحة كريهة رائحة طيبة رائحة أيها الإخوة وجمعه روائح تأتي بلام الجر لام الجر له رائحة طيبة The book has a good smell الكتاب له رائحة طيبة or للكتاب كسلام الجر you can also say it like that للكتاب رائحة طيبة رائحة طيبة Cigarettes have a bad smell السجائر لها رائحة كريهة طيبة and sometimes you use fee as well so in the classroom is a bad smell في الفصل أو في الصفي رائحة كريهة الهواء الذي لا رائحة له this LAM is called LAM النافية للجنس سنتناول هذا الموضوع في المستقبل إن شاء الله لا رائحة له لا رائحة لا رائحة لا طالبة في الفصل no student at all in the classroom so you're denying any student okay there is no book at all in the library لا كتاب في المكتبة it's called مضاف and it has one فتحة but that is later on إن شاء الله it's called LAM النافية للجنس الهواء الذي لا رائحة له يصبح هواء له رائحة وله لون أيضا لون color والجمع ألوان والسبب في هذا التلوثي and the reason for this pollution إحراق النفطي إحراق النفطي إحراق هذا مصدر is the noun the مصدر of أحراق to burn something أحراق البيت he burnt the house يحرق إحراق okay so the burning of النفط النفط is petrol like you all know نعم النفط is you know the petrol what you do in the car this is what's called petrol today في محطة الوقود this is not a nift a nift is the process before a nift is really the oil from the ground I think it's called petroleum I think it's called petroleum نعم هذا هو النفط طيب as far as the petrol itself okay after the whole process the petrol and the gas you put in the car the diesel then some say petrol you know petrol car they say license is petrol but I don't think I'm almost sure it's not the Arabic pure Arabic word they say diesel diesel okay anyway كل حال نفط is known بسبب محركات السيارات وغيرها so the reason for this pollution is the burning of the petroleum بسبب because of محركات السيارات the engines of the cars وغيرها and other than them so an engine أيها الإخوة of the car is محرك والجمع محركات one is محرك والجمع محركات و يضر تلوث الهواء بصحة الإنسان نعم 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 المصدر ضر يضرر ضرر ضرر يعني ألحق به مكروه أو أدا يعني ألحق به مكروه يعني ألحق به مكروه أو أدا he caused him مكروه أو أدا أدا is harm so ضرر يضرر ضرر يضرر ضرر يضرر it goes either by straight to the مفعول به ضرره so ها is مفعول به أو ضرر به okay يضرر به it comes with the باء الجار as well كما عندناه like we have here ويضرر تلوث الهواء okay بصحة الإنسان so ضباء is باء الجار حرف جار so pollution of the air harms you cannot translate B it harms the health of the human فيؤدي it leads to فيؤدي إلى it leads to الالتهاب الالتهاب is known that's التهاب يلتهب التهابا التهاب بهمزة الوصل and that is Infection or Inflammation طيب أيوالإخوة طيب أيوالإخوة نام it's here مضاف إلى التهاب العيون عيون أيوالإخوة جمع لكلمة عين وهناك جمع آخر أعيون إذن لنا جمعاني with two plurals for عين أعيون بهمزة القطع أعيون و أعيون جمع و عين جمع و عين أعيون وعيون is ice العين أيضا هو عيون و أعين على كل حال والرئة الرئة الرئة والمثنى الرئة 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 هناك نادرا ما تسمع الجمعة والله أعلم نادرا الرئة 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 هل هذه الكلمة مفردة مذكرة أم مؤنثة الشارع الرئة هذه الرئة كلا عضو كل عضو كل حواهب أيضا عضو كما أخذنا في الكتاب الأول في نهاية الكتاب الأول يد مؤنثة لأن لك يداني قدم is also feminine لأن لك قدمان وقلب مذكر heart is masculine لأن لك قلب واحد وكذلك فم مذكر والأذن مؤنثة ويسبب تلوث الهواء كذلك موت الحيواني والنبات نعم والتاء المفتوحة نقف هنا وإلى درس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شدوان لا إله إلا أن تستغفرك وتبو إليك